لا دا انا هقول لكم النهاردة عشروط النهاردة الحالة مش عايزة النهاردة انتوا تسمعون عايزة بقى البنات الأمات النهاردة تجيب البنات بناتها من عشرة وانت طلع وعاديها تسمع الكلام اللي انا بقوله انت اكتبي وراي الكلام دو تقوليه البنتك بالطريقة اللي انت تعمديها بس براها عشان احنا ما نحب الناس تسمع كلام ربنا ما نكرهاش في كلام ربنا لكن اوعي تستجيبي وتبقي تترددي زي الأم هو انا عملت غلط هو انا لما قلت الام لا انت ما عملتش غلط ده هو البيئة اللي برا اللي بيئة غلط الناس اللي برا هم اللي ناس غلط هم الناس اللي بيقولوا كلام الصح الناس اللي برا هم اللي بيقولوا كلام يطلعك برا دي ليه كده كده العين ما تحبش اللعلى منها والناس عايزة ايه انا حر اعلقت الحرية بالألعان يعني انا عايز اعرف اعلقت الحرية بالألعان ده انا بقولك يا بني ادم ان انزلنا عليكم لباس نيواري سوقاتكم وريشة وريشة لباس نيواري السوق ده الخارجي وريش زيادة في التناعب ولباس التقوى ذلك خير يبقى أنا عندي لباس الخارجي واللباس الداخل واحدة تقول لك بقى بصي من ضمن الردود إن شاء الله أنا حملها لكم في يوم كده يعني تقول لك لا 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 بصي أصلا أنا عمري ما نسها أبدا أنا طلعت رحلة وأنا طلعت أنا معالي السكرينات بتاعتهم كلهم كلهم باني إن شاء الله جاء أنا معاي وطلعت رحلة والبيت بقى كانت طلعة لابسة خمار ولابسة انقاب في رحلة مختلطة بسبيان وبنات وبعدين وقامت جاء القوة الدخل على بعض وبعدين قامت جاء أبوها مشي من هنا وقامت جاء ألعة من هنا أيوة أيوة خلهم يبقوا أحرار أنتوا بتعودوا عشان يخلعوا مين قال إن ده السمت اللي احنا نقتدي به ومين قال إن اللي بتخلع دي واللي بتعمل دي واللي حاس أنه هو مش جو أنا بقول لك أقول آية عندي تقوى لباس خارجي كلما ازددت تسطر ازددت تقوى وعندي لباس داخلي ولباس التقوى القلب وغطاء القلب من كل ما يعصي ربنا وكل ما مالا يرضاه الله سبحانه وتعالى هو ده لكن مين قال إن دي المثال ومين قال إن لما فلانا تعمل كده يبقى زيهم يعملوا آه انتوا بتعملوا حاجة اسمها الدعاية السوداء يعني بتعملوا حاجة اسمها يلا نحط صورة ونقول عليها لا الصح الحجاب الشرعي الصح حياء المرأة الصح إن هي تبقى داخل إطار إيه؟ الحياء والعفة وأبدا من أبدا لكل أم إثباتي إثباتي ده إحنا في علامات الساعة أقسم بالله إحنا في علامات الساعة ده علامات يوم القيامة إنه جاية تشكت معلوم مش بس معلومة دي المدفار لدرجة إنك تشكي آه لأ خلاص مش دلوقتي بقى براحتها براحتها لحد إيها بنتي بلغت تسألي بلغت خلاص بلغت دي تسأل إذا كانت الصلاة يحسب عنها وقت البوق ولكن يعمل إيه؟ بعودوا عليها من سبع وبعدين في عشر ينضرب عليها ليه؟ وعا سبع مميز طفل مميز مكتوب كده في الإسلام الطفل مميز سبع سنين طب عودوا عليها والتعويد من عشر أنا ببتدي على الأقل من عاش خلي بالك لأ كذا البلكونة لأ فلان ما يشوف وما تلبسيش مش عارفة فوق إيه لما تيجي تنامي نامي بطريقة معينة أو القوضة بتبقى مقفولة أو لو عايزة لازم في حاجات مين اللي يجي ويقبلك وتعملك وتلبسي إيه؟ مين؟ يعني من ضمن الحاجات الشباب ردين على على فيديو الحجاب ده ردين ردود قال لهم آه لأ حلو خليوا إحنا عجبنا اللي انتوا بتقولوا ده وتقول يلا بقى تعالوا شوفوا الشواطئ فيها إيه؟ مين اللي عايز يين نفسه يحطه؟ مين اللي عايز يعيش في منظومة أوروبا وعقدة الخواجة؟ مين اللي عايز يعيش كده؟ عيش تحت مظلة الله يدفع عنك لأكرمك الله أعزك الله حطك في مرتبة ومنزلة الإسلام حطت المرأة في مرتبة عزة وجمال وكرامة ما حطهاش أي دين تاني ليه بقى ترضي نفسك المهانة ليه؟ آي بص آي بص مأمورين بغض البصر وقاية غض البصر جات بعدها عاية الحجاب على طول آه علشان النظر علشان أعمال هو هيغض عن إيه؟ ولما تبقى متسترة وعافية فتقولك لأي جيبة طب وانتي لابسة جيبة سكي ليه يا بنتي ما تلبس الجيبة الواسعة بتلتريعي على العباية والبتاعه على فق وأنا قلت لكم ما تبسوش إحنا عواجيز بصوا للبنات الأمامير التحفة اللي بيلبسوا العباية ومنزلين ما شاء الله حاجات وجربات جميلة جدا جدا بالحجاب الجميل اللي مدري مش باينة ومتقسمة آه أنا عارف ده إيه وده إيه عارف عارف انتي عايزة كده؟ لا إحنا في إطار الله عز وجل غطانا فيه فنتحط في الغطاء ده المرأة في الحقيقة عبارة عن إيه؟ حياء وإذا فقدت المرأة حياءها فقدت كل شيء إذا فقدت المرأة حياءها احفظوا كده فقدت كل شيء فضائل الحياء كتير أول حاجة أنا مش هكلمك عن حجاب اللي أنا هكلمك عن الحياء اللي هو مفتاح كل خير اللي هو أصل الحجاب حديث النبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير يعني أصل الخير الحياء وذهابه يبقى مع الخير كله يجمع خلاص الحياء إيمان حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنة جميع مع بعض كتب فإذا رفع أحدهما رفع الأخ حديث أبي هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضعة ستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان خاص الشعبة منهم قال الحياء ليه عشان هو زيه لو منع خلاص منع الإيمان اللي بيرتكب في الحرام واللي في مالة حل والفحش وفواحش لما بيتشال الحياء زي ما بتشال الإيمان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعز أخاتنين كده شباب وقفين واحد التاني بيعزه في الحياء عم كتكسبش عم وقفين أخاتنين كده وقفين أخاتنين كده قال له دعه فإن الحياء من الإيمان ما تنهروش خليه بس في فرق ما بين الحياء والخجل وإحنا نبهنا عليها قبل كده الخجل هو اللي وحش بدعم على الحقوق أما الحياء خير الحياء أبهزين للإنسان فما بالك للمرأة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء إلا زانة زينه وما كان الفحش في شيء إلا شانة الحياء خلق بيحب الله تبارك وتعالى حديث أشجع عبد القيص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك لخلقتين يحبهم الله ورسوله قلت وما هما يا رسول الله قال الحلم والحياة عن يعنى بن أمية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يختسل بلا إزار ما فيش إزار عليه فصعد المنبر النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأسنع عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير من الستر من الستر مش من أن أنا بيّن فإذا اغتسل أحدكم فليستتر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف الحياء يقود للجنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبزاء من الجفاء والجفاء في النار الإيمان في الجنة أهل الإيمان في الجنة يا جماعة لكن البقين ده في النار البزاء اللي هو الفحش يعني البزاء اللي هو الفحش في القول والسوء في الفعل هو ده معناه يعني كلام القبيح يعني من الجفاء أي إن أهله تركينه ما بيعملهوش أصلا قصود قلب بقى بيورس فحش في الكلام أي حاجة الحياء خلق الإسلام الحياء هو أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرها وأكثرها نفعا عند الله حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء كل دين له طبع وسجية وطبع الدين بتاعنا ده وسجيته الحياء الحياء شريعة جميع الأنبياء عليهم السلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحف ففعل ما شئت جميل عندي نمزج للحياة جميلة جدا سيدة أمو سلمة رضي الله عنه حديث ابن عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى سوبه خيلاء خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيام فقالت أمو سلمة فكيف يصنعنا النساء بزيولهن يا رسول الله نقصر إحنا كمان قالت يرخينا شبرا قالت إذن بصوا تتكشف تنكشف أقدمهم رجلها هبان قال فيرخيناه زراعا ويطهره بقى خلاص ما بعد يعني يزيدوا عليه كده سبحانه شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسلمة إيه يرخينا شبرا قلت له لا يتبان شبرا دي رجلها تبان بقى وتعرفين يبان فقال إن نساء لا تطيق هذي هيبان هتتكشف رجلهم قال خلاص يبقى يرخينا إيه زراعا هو ده واللي باقي في الأرض يجرجر ويطهره إيه ما بعد لو قتل الأرض ترابية زي ما قلنا قبل كده وشرحنا طيب يبقى إيه بقى عندي مظاهر قلة الحياة خروج النساء لابسة بس ما هيش لابسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون سيكون في آخر أمتي رجال كذا 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 ونساء لهم الرجال اللي بيضربوا بالصوت ونساء كاسيات عاريات العنوهن فإنهن ملعونات ده حديث حديث ثاني عن أبي هري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيات كأزناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمت البغط المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرك كذا وكذا هو ده لما يبقى عندي حياء يقودني بقى للحجاب فرضيت الحجاب سورة سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها احفظوا الكلام ده وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون يبقى كل اللي جاي في الصورة فرض كل المؤمنات يخضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدينا زينتهن إلا ما ظهر منه وليضربن بخمريهن على جيوبهن نشرح تاني ما بزهاش وهفضل اللي يقول هفضل أطلع كل مرة أضحط كلام ولا يبدينا زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن وأبائهن أو أبائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو النسائهن أو ما ملكت أنهن أو التابعين غير قول الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليه ليعلم ما يخفينا من زينتين وتوبوا إلى الله جميعنا أيها المؤمن لعلكم تفلحون معنى الكلام ده إيه ده فرض ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرته من أمرهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار إحنا لسه قايلين يبقى إيه بقى يبقى إيه لازم أبقى فهم الكلام ده والنساء بقى الكاسيات العريات زي ما شرحنا الحديث قبل كده زي ما شرحه قكمة أبقى كده مصرع بقى مصرع وتطوير الضي أمر حسن الإعارة شرحنا الحديث انظروا النار كبلا أبقى أر e دعيت شكرا